متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة أداة النهاردة هي أداة كنت شرحتها على القناة الأساسية InfoTik4You فلو أنت شفت شرح هذه الأداة على قناة InfoTik4You فأنا حتناولها من خلال أمثلة مختلفة لو حبيت أنت تكمل معايا الفيديو لكن لو بتتعرف على هذه الأداة لأول مرة فياري تركز معايا وكمان تحضر كوب بيت الشاي جنبك كده علشان تسمع استخدامها هيكون عامل إزاي وإزاي تقدر من أنت تستفيد منه ممكن تقدم لك هذه الأداة دي إيه وهذه الأداة مجانية حتى الآن يلا بينا ورجعنا مرة تانية عشان نكلم عن أداة اليوم وأداة اليوم هي Nubkin.ai ده الموقع اللي هنتكلم عنه النهاردة اللي بيحول التكست ليه Visuals ال Visuals ممكن تكون Short ممكن تكون Diagram كلها رسوم توضيحية بشكل أو بآخر زي Mind Maps علشان توصل المعلومة أو الفكرة بشكل بسيط والسهل بيفيد مين نبكين؟ بيفيدك لو أنت عندك مادة تعليمية وعايز تحول هذه المادة التعليمية ل Visuals فلما تيجي تشرح للتلاميذ تشرح لهم بشكل بسيط قدروا أنهم يفهموه أو أنت عندك ملف الملف ده فيه تقرير وإنت عايز تبسط التقرير لملف BDF في Visuals عشان لما تيجي تنقشه يبقى قدامك فيه مثلاً Diagram أو Shorts أو Mind Maps تقدر أن أنت تشرح التفاصيل اللي فيه أيضاً بشكل سهل تعال نشوف مع بعض استخدام نبكين كل عليك أن أنت حتروح تجيت نبكين فري وتبتدي تسجل بحساب Gmail بتاعك وهو مجاني تماماً حتى الآن تقدر تستخدمه بعدد مش محدود وبشكل مجاني هنا حدوس على جيت نبكين فري حتخش به زي ما قلت لك بـ Gmail لو حابب بعد ما عملت Sign In ودخلت عليه طبعاً أنا كنت شغلة من قبل على Project فأنا هنا حروح ألاقي أنت لو استخدمه الأول مرة مش هتلاقي في حاجة هنا أنت حدوس على New Napkin فور حيظهر عندك ثلاثة اختيارات Draft with AI Import from File Blank Napkin Draft with AI هنا write a prompt to generate text content من الأول خالص أنت بتقوله ولدلي التكست هنا بيديك شوية أفكار طب هل بيدعم اللغة العربية؟ آه بيدعم اللغة العربية تعال أنا نجرب مع بعض دلوقتي أنا هنا ممكن أقوله كيف تتأقلم الحيوانات على الحياة في البيئات المختلفة؟ موضوع مثلاً الموضوع ده هشرحه مثلاً لطلبة وعايزاه كده يقدم لي تصور إزاي هشرحه فهنا حدوس على Continue ممكن تكون أنت عارف الموضوع بس أنت عايز شوية Visuals وطريقة كده خفيفة تقدر أن أنت تشرحه بيها هنا كيف تتأقلم الحيوانات على البيئة؟ على الحياة تتأقلم معلشة نسية الهمزة لفوق الألف على الحياة في البيئات المختلفة؟ تتناول هذه الوثيقة كيفية تكايف الحيوانات مع البيئات المتنوعة؟ أنت تقدر أن أنت تعدل؟ أو أقدر أن أنا أعدل يتناول هذا الموضوع يمكن أن أعدل الحتة دي خلصة ومش عجبان يقول يتناول هذا الموضوع مثلاً أو الدرس كيفية تكايف الحيوانات مع البيئات المتنوعة التكايفات الفيزيائية السلوكية الغذائية الاجتماعية الخاتمة كلكم حتقولولي إيه الجديد؟ طب ما أنا ممكن أروح على جيميناي أو شات جي بي تي واجيب الكلام ده هقولك الجديد اللي أنت هتيجي هنا لما تيجي تقف كده بالماوس على الخط ده اللي أنتوا شايفين واللون تحول لأزرق كده هتلاقوا في دايرة في سبارك كده وفي خط كده أزرق خفيف vertical أو راسي لو دستوا على generate visuals اللي هي السبارك دي أو الشرارة دي هيبتدي يولد visual أو حاجة مرئية يظهر لك فيها دورة تكايف الحيوانات بناءً على الجزئية دي وزي ما احنا شايفين أول حاجة مواجهة بيئة جديدة تواجه الحيوانات بيئة غير مألوفة تطوير استراتيجيات التكايف البقاء والنجاح وحيديك أشكال مختلفة من الفيجوالز تقدر تختار المناسب لها التكايفات الفيزيائية الغذائية أنا شايف أكتر أن ده أفضل حتدي أن أنا أدوس عليه كده double click وبقى بالشكل ده طبعاً زي ما احنا شايفين أنت تقدر تعمل edit على الشكل زي ما أنت عايز تقدر تغير في الألوان براحتك جداً الخاصة به الشارت وهنا تقدر أنك أنت تopen group لو أنا فتحت كده أقدر أن أنا أعمل edit على كل على الجزئية دي مثلاً لوحدها أبتدي أن أنا هنا ألون ده أخليه باللون ده أو باللون ده أقدر أقف هنا برضو نفس الموضوع أبتدي أن أنا أقف هنا أغير الألوان أخليه بأي لون تاني وهكذا باللون ده وهكذا فتقدر أن أنت تعمل edit على الobject نفسه الجديد بقى في هذه الأداة والجميل في هذه الأداة أن أنت تقدر لو أنت عندك presentation أو أنت عايز تاخد الجزء ده بس كده فقط تحطه في slide جوه presentation الجديد واللي عملوا هذا الموقع وأنا كنت باستخدمه من قبل ودي حاجة جديدة بقت موجودة فيه هي إمكانية أن أنا أحمل هذا الobject يعني أروح كده أختاره وأبتدي أن أنا أروح أدوس كده عليه فوق كده أدوس على البوردر ده هلاقي هنا export لو أنا دست على export أقدر أن أنا أصدر هذا الفيجول أو هذا المخطط كBNG أو CVG أو BBT أو PDF طب الأفضل إيه؟ هقولك الأفضل أن أنت لو حتاخده تحطه جوه PowerPoint وعايز تعمل edit عليه وتغير وتعمل resize نزله editable PowerPoint slides ليه؟ لأنه لما حينزل هتقدر تعمل edit على أي عنصر موجود فيه طب تعالوا نجرب مع بعض وطبعاً تقدر أن أنت تنزله كBDF الحتة دي مهمة جداً جداً لأن أنا ممكن أستفيد بيه بس فقط أن أنا أحصل على فيجول أخدها short diagram mind maps أخده أحطه في البرزنتيشن بتاعي أقوله على حاجة معينة جزئية معينة عايزي الديهالي أنا الهدف منه مش نوعي الديهالي كتابة زي ما احنا شفنا في الأول لأنا عايزي أديني الرسوم التوضيحية دي في الحالة دي أنا هبتدي أن أنا أقوله download هختار BBT وأقول download وتعالى نفتحه على وتعالى نفتحه على الباوربوينت علشان نشوف إزاي كمان هقدر أن أنا أعمل edit عليه هنا أنا فتحت الباوربوينت هو نزلي ملف باوربوينت عبر عن slide 1 اللي هو فقط ال visual اللي أنا اخترتها الشكل اللي قدامي ده ال diagram اللي قدامي ده هنا أقدر أن أنا أروح أعمل تعديل ممكن أعمل select all كده واعمل resize زي ما أنا عايز هرجع تاني ctrl z أروح كده أعمل select أخلي bold أخلي مثلا 16 أروح أقف هنا أعمل format pinter ياري الألوان برحتي زي ما كنت بعمل داخل napkin بمنتهى البساطة فهنا حتقدر تستفيد بشكل كبير جدا من الفيجولز بهذه الطريقة دي فايدة أن أنت تنزلها كPBT أتمنى أن أنت لو كنت شغال في قطاع التعليم بشكل عام حاول تخلي المادة العلمية مشوقة أكتر الحاجة دي دايما يعني بتعلق في الزهن وبتفضل موجودة والطفل بيقدر أنه هو يعني يختزنها أكتر من الكلام المكتوب وبالتالي حقدر يستدعيه لو جاسه قال عنه فأتمنى أن حاجة زي كده تستفيد بيها لو أنت شغال في قطاع التعليم أي كان قطاع التعليم حتى لو أنت بتشتغل في التدريب مع الكبار فممكن تستخدم هذه الأدوات كشكل توضيحي لفكرة معينة أو مادة علمية معينة أنت بتشرحها طيب تانيا هنرجع بقى مرة تانيا نبكن دي كانت الجزئية الهمة اللي أنا كنت أحب أن أركز عليها هتيجي هنا في التكيفات الفيزيائية هتوقف هتلاقي السبارك هتبتدي أن أنت تدوس على السبارك هنا هتديك فيجول متعلقة بالتكيفات الفيزيائية أي نوع من التكيف الفيزيائي هو الأنسب للبقاء في بيئات معينة فهنا ده نوع من أنواع إزاي بتوري بمثال التكيف الفيزيائي الحيوان بيعيش في الصحرة وحيوان بيعيش في القطب الشمالي هل هو ده بس الشكل الموجود؟ لا فيه أشكال مختلفة زي ما احنا شايفين وكل كمان واحد من دوله ستايل يعني نفترض أن الشكل ده عجبك بتروح تدوس كده وتلاقي أن فيه ستايلز كمان مختلفة للشكل اللي أنت هتختاره فحاجة في منتهى الجمال بصراحة حاجة هنا أيضا في التكيفات السلوكية هعمل نفس الموضوع حاجة هنا فيه التكيفات الاجتماعية هعمل نفس الموضوع وفي الأخير خالص بعد ما تخلص بص شكل المادة العلمية بقى عملة ازاي؟ بص الرسوم التوضيحية قد بيتبين لو كنت بتتكلم عن التكيفات الغذائية قد إيه؟ الاستراتيجات الغذائية في الصحرة في الأشجار العالية الغباد هنا التكيفات الاجتماعية كيف يجب أن تتكيف اجتماعيين بقاء على قيد الحياة ويبتدي أنت بتفكر ده سؤال الشخص بيفكر فيه العيش في مجموعات التعاون في الصيد الخاتمة كمان أعطتك كله بقى ثمري لكله زي ما احنا شايفين في الآخر خالص أنت خلصت خلاص ممكن تعمل إيه؟ ممكن تروح تعمل شير تقدر تشيره كلينك أي شخص يمتلك هذا اللينك يخش عليه أيضاً ممكن تروح تحمله كBDF يعني Copy Link أو BDF طبعاً حاجة فيه منتهى الجمال زي ما احنا شايفين تعالوا بقى لي الجزء التاني وهو أن أنا حروح أدوث New Napkin وأقول له Import From File هفترض أن أنا عندي الفايل الفايل ده ممكن يكون أي حاجة بقى ممكن يكون Project ممكن يكون Report أنا عايزة Report ده أحوله ال Visuals عشان أبتدي أشرح للموظفين التانيين الموضوع بشكل مبسط شوية ممكن يكون أي حاجة حتى لو كانت تقارير مالية ممكن أنت تستفيد بيه أيضاً هنا شرح دورة الماء للطفل معلش أنا مركزة شوية عليه لأن أنا حستت أنه هو أداة علمية ممتازة جداً هنا دورة الماء في الطبيعة رحلة قطرة الماء العجيبة أنا استعانت بشات جي بيتي عشان يعني إيه قلت له أنا عايزة أشرح الموضوع ده بشكل مختلف شوية لطفل صغير دورة الماء في الطبيعة رحلة قطرة الماء العجيبة قلت إمبورت للملف لأن أنت ممكن تعمل إمبورت أو استيراد لملف في بي دي اف أو بي بي تي أو دي او سي اكس جوة اللي هو وورد يعني جوة نابكن هنا أنت ممكن تقف مثلاً على الجزء ده كده وتبتدي تدوس جنبه أيضاً على السبارك أو الشرارة يبتدي أنه هو يديك حاجة بتعبر عن الجزء ده دورة الماء في الطبيعة التبخر، التكثير، الهطول والتجميع زي ما احنا شايفين وأيضاً تقدر تعمل يعني استقررت على ده تقدر أن أنت تروح تعمل على كل جزء موجود وتغير الألوان طبعاً أنت هنا لو دست على الجزء بتاع فهيفتح لك فهتقدر أن أنت تشتغل على كل جزء لوحده فهنا أيضاً الشمس تبدأ رحلة التبخر ممكن أنت تيجي تقوم معلم على الجزء ده كده اللي هو الجزء ده تبخر تدي تدوس هيديك عملية التبخر بشكل جميل جداً نفس الموضوع بديك مثال الأمطار والسلوك تعالي نشوف الحتة دي مثلاً أهو ممكن أعلم عليها بالمنظر ده هيظهر الاسبارك هدوس عليها أختار حاجة زي كده مثلاً عشان ما يبقاش اللي تحت شبه اللي فوق وفي الآخر خالص تبتدي تروح تعمل شير كاوبي لينك أو بي دي أف أو عجبك فقط أنت عايز تاخد الفيجوالز مش عايز تاخد الكتابة الموجودة فتقدر أن أنت تاخدها وتحملها من هنا كبي بي تي أو بي دي أف أو سي بي جي أو بي أن جي أداة النهاردة أداة مميزة مجانية حتى الآن بتدعم اللغة العربية تعمل بها شغل حلوة قوي حتى لو كان تقرير مش لازم مادة علمية ممكن يديك فيجوالز تبسط لك اللي موجود داخل التقرير بتاعك أو الملف بتاعك أتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد أشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى وزي ما بقول لكم ما تنساش تدعمنا باللايك وشير وكومنت لو كنتم متابعين الأعزاء ولو كنت بتشوفنا الأول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته